طبعا من المعلومات اللي وردتنا ايضا احالة عدد من النواب الى القضاء حيث من المؤمل بالتنسيق بين مجلس النواب بحسب مصادر خاصة الستوديو التاسعة ومجلس القضاء الاعلى ستتم احالة عدد من النواب بعد رفع الحصان عنهم الى القضاء ومن بينهم الزعيم ابو مازن طبعا زعيم ابو مازن ظهرت عليه عدد من الوثائق مؤخرا عندما كان محافظة صلاح الدين عام 2018 قام بصرف اربع مليارات دينار تحت عنوان تأهيل وصيانة التأسيسات الكهربائية وتنظيف الدوائر الحكومية في محافظة صلاح الدين فحسب المعلومات انه ستتم رفع الحصان عنه لتسهيل احالته الى القضاء كما سيتم هذه حسب المعلومات الواردة انه والله اعلم